وصل عدد المشتركين الإجمالي في خدمات الانترنات بجميع السياغ إلى أكثر من ثلاثة ملايين و166 ألف مشتركين بنهاية ديسمبر 2017 حسب البيانات التي تحصلت عليها شروق نيوز من شركة اتصالات الجزائر ثلاثة ملايين مشترك في خدمات الانترنات التي توفرها اتصالات الجزائر توزعوا على فئتين رئيسيتين أولا فئة المشتركين في خدمات الانترنات ذات التدفق العالي أدياسال وضمت لوحدها أكثر من 2.2 مليون مشترك حتى نهاية ديسمبر 2017 أما الفئة الثانية فضمت حوالي 919 ألف مشتركين ضمن خدمة الجيل الرابع خلال نفس الفترة وعلى سعيد آخر فإن عدد المشتركين الجدد في خدمة التدفق العالي لسنة 2017 بلغ 374 ألف مشتركين ووصل عدد المشتركين الجدد في خدمة الجيل الرابع لأكثر من 134 ألفا خلال نهاية العام الماضية وحسب البيانات التي تحوز عليه الشرق نيوز تزود اتصالات الجزائر اليوم أكثر من 1131 مؤسسة عمومية وألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين مؤسسة خاصة بخدمات الأنترنت أبرزها الهيئات السيادية والديبلوماسية والمؤسسات البنكية والمالية بقوة تدفق ما بين 2 ميجا أوكتي إلى 1 جيجا أوكتي ولتوصيل خدمات مقبولة لدى الزبائن يتطلب ذلك شبكة متكاملة من كوابل الألياف البصرية التي تمتاز بسرعة التدفق العالية حيث وصل طول هذه الكوابل في 2017 إلى ثمانية آلاف ومائة كيلومتر مقارنة بأربعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعين كيلومترا في 2016 أي أن اتصالات الجزائر أنجزت أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر في 2017 لكن خدمات الأنترنت ليست دائما مثالية لدى الزبائن اتصالات الجزائر فأرقام الشركة تشير إلى تسجيل أكثر من 31 ألف إزعاج لزبائن الشركة في شهر جنفي 2017 ثم تراجع هذا الرقم إلى النسب تقريبا ليسجل خمسة عشر ألف إزعاج بنهاية ديسمبر من نفس السنة اتصالات الجزائر عالجت أزياد من سبعمائة واثنان واربعين عطبا للألياف البصرية وغيرها من الأعطاب التقنية بغلاف مالي يتجاوز تسعة وعشرين مليون دينار أي قرابة ثلاثة ملايير سنتيم نشاط الهاتف الثابت سجل ثلاثمائة وخمسة عشر ألف مشتركين جديد خلال 2017 ليصل إجمالي المشتركين في الخدمة لثلاثة فاصل واحد مليون مشترك هذا ويشرف على تسير نشاط المؤسسة ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسة وستين موظفا بجميع السياغ المهنية المعمول بها خلال نهاية 2017 ترجمة نانسي قنقر